اشتركوا في القناة والمستدامة التي تمثل حاليا 7% من احتياط الصرف وعذلك لبلوغ حصة قدرها 10% في نهاية المطاف وأشار إلى أنه منذ سنة 2016 وبمناسبة مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين بمراكش أقدم بنك المغرب على استثمار 100 مليون دولار في السندات الخضراء أصدرت عن البنك الدولي مضيفا أنه في الآونات الأخيرة من سنة 2023 قام البنك المركزي باستثمار مماثل بقيمة 200 مليون دولار أفرز الاستقطاء الشهري للضرفية الصادر عن بنك المغرب برسم شهر دجمبر 2023 تحسناً في النشاط الصناعي بنك المغرب أوضح في استقصائه الشهري للضرفية في القطاع الصناعي أن الإنتاج قد يكون سجل ارتفاعاً في جميع الفروع باستثناء الميكانيك والتعدين وركوداً في الكهرباء والإلكترونيك مضيفاً أن معدل استخدام الطاقات الإنتاجية قد يكون استقر عند 76% في ظل هذه الظروف ارتفعت تسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد قرار مجموعة بيك بلاس الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون التغيير لتعاوض بعض الخسائر من الجلسة الماضية هذا وارتفعت العقودة الأجلة لخام برينت 50 سنة إلى 79 دولار للبرميل فاصل عشرين كما سعدت العقودة الأجلة لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي 40 سنة إلى 74 دولار للبرميل فاصل اثنين وعشرين هذا وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2% عند التسوية يوم أمس تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها في سبعة أسابيع اليوم عتراجع الدولار وعوائل سندات الخزانة الأمريكية وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2053 دولار للأوقية فاصل تسعة وثمانين وسعد المعدن واحد بالمئة فاصل ثمانية هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ دجمبر فيما استقرت العقودة الأمريكية الأجلة للذهب عند 2071 دولار فاصل عشر نهاية النشر الاقتصادي لليوم مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله